تلتة سنوية هانت خلاص أنا قدي التحدي خطوة جمان والبكرة هعدي تلتة سنوية تلتة سنوية حبايبي سنوية عامة علمي وآدبي أهلاً وسهلاً بيكم من شاشة قناتكم قناة مدرستنا تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معكم مستر عفيفي يحييكم في حلقة المراجعة النهائية لمادة الاقتصاد زي ما احنا عارفين هي مادة طبعاً لا تضاف للمجموع لكن النجاح فيها شرط أساسي السنة دي هتبقى نوعية الأسئلة عندي في اللجنة خاصة بمادة الاقتصاد من فئة الأسئلة الموضوعية امسك يو اختيار وبديل من أربعة بدون أسئلة مقالية يلا بينا نتعرف على أهم جزئيات المنهج أنا عارف كويس قوي ان انتو ذكرتوا المادة ومجهزينها ومحضرينها احنا النهاردة جايين في قناة مدرستنا تلاتة علشان نتعرف على فن بقى صياغة السؤال وازاي نتعامل معاه وازاي نحله يلا بينا نتعرف على الأسئلة النهاردة أعزائي هنتكلم مع بعضينا عن مجموعة أسئلة متنوعة لمادة الاقتصاد يلا بينا نتعرف على إزاي السؤال بيجي وإزاي أفكر فيه وإزاي كمان أقدر أحل السؤال بيقول تعتبر الصورة المقابلة تعبر عن إحدى صور العلاقات بين الممولين وبين مصلحة الضريب في ضوء تلك العبارة أجب تقديم الممولين ذلك الإكرار لمصلحة الضريب يعد من عملية اختيارية ولا عمل وطني ولا مقابل خدمة مجانية ولا عقوبة نتيجة فساد مالي يعني هو عايز يقول لي لما رجال الأعمال حيقدموا الإكرارات الضريبية ده يعتبر عمل وطني عشان كده يا جماعة دفع الضريب للدولة عمل وطني والتهرب منه جريمة يعاقب عليها القانون عشان كده بنشكر رجال الأعمال الوطنيين المخلصين اللي بيقدموا إكرارات ضريبية سليمة لمصلحة الضريب اللي بتحدد بالفعل حجم الدخل بتاعهم وقد إيه مستقطع من الضريب بيذهب لتمويل الإيرادات العامة للدولة سؤال تاني يمكن وصف الكروت البلاستيكية للصرف أو للصرف الآلي المستخدمة في الصورة اللي قدامنا ديه دائما يا جماعة عايز ألفت نظرك لحاجة لما يقول لي بعد دراستك للصورة أو الشكل أو الجدول المقابل أنت ما تروحش جري على البدايل وتختار هو أنت رسا فهمت السؤال يبقى مفتاح السؤال دايما والإشارة بتاعته بتبقى في الرسم يا جماعة أو في الجدول أو في الشكل البياني وبالتالي لازم الأول نبص للصورة زي ما قدامنا كده الصورة بتقول واحد ماسك الـ ATM أو ماسك فيزا كاردا أو ماسك ديبت كاردز واتفر بقى اسمها إيه وبيشتغل بيها هو بقول لي بقى يمكن وصف الكروت البلاستيكية للصرف الآلي المستخدمة في الصورة المقابلة بأنها تتمتع بالعديد من المزايا يخرج عنها يا جماعة يعني ليس منها يعني مش تبعها كسرة انتشارها في الأسواق والميدين لا هي منتشرة لا ترتبط بساعات العمل الرسمية لا هي مرتبطة بساعات العمل الرسمية لا طبعا لا ترتبط بساعات ممكن أسحب بالليل وبعد أن يغلق البنك أبوابه تعطي لحاملها حق ائتمان يعني بطاقات الصرف الآلي والسحب الآلي بتمكنني أن أنا أخذ من فلوس البنك واقترض ولا يتم التعامل بها من شابيك إلكترونية يبقى الحاجة الوحيدة اللي مش تابع عليها وهي أن هي لا تعطي ائتمان لصاحبها من البنك سؤال تاني بيقول لي يجمع الحاجات العامة بالحاجات الاجتماعية أن كلاهما يتحققان من خلال يعني هو عايز يعرف مين اللي بيقوم بدور إجباع الحاجات العامة والحاجات الاجتماعية وإيه هي الآلية المستخدمة في إجباع تلك الحاجات يا ترى عن طريق المصلحة الفردية والاختيار ولا مجموعة الأنشطة الفردية ولا استخدام سلطة الدولة ولا صور الاستثمار المباشر إجباع الحاجات العامة والاجتماعية قلنا بيعجز عن إجباعها السوق لو فاكرينه عشان كده بتتدخل مين الدولة فلابد أن تستخدم بقى سلطة الدولة عشان إجباع الحاجات العامة والخدمات الاجتماعية سؤال تاني يتمثل الفرق بين الإنتاج القومي والناتج القومي في إيه؟ فاكرين الإنتاج القومي هو مجموع مؤنتج والناتج الإسهام الإنتاجي والكمال المضافة اللي بتحققها المشروعات وليس كل الإنتاج إيه؟ ممتاز ناتج طيب هنا بيقول لي بقى الفرق بين الإنتاج والناتج نقدر نتعرف عليه في إيه يا جماعة؟ في متوسط دخل الأفراد خلال العام؟ ولا في القيمة المضافة اللي بتحققها المشروعات؟ ولا قيمة الاستهلاك في السوق المحلية؟ ولا حجم الاستثمارات الأجنبية الجديدة في البلاد؟ مين من دول يا جماعة يعرفني ويديني إشارة على الفرق بين الإنتاج القومي والناتج القومي على طول بختار القيمة المضافة اللي بتحققها المشروعات هو ده الناتج هو ده الفرق بين الإنتاج وبين الناتج سؤال تاني بيقول لي بعد تحليلك للجدول المقابل أي الدول التي منها المتوقع ارتفاع مستوى معيشة سكانها؟ فاكرين قلنا مستوى المعيشة ده لو فاكرين عن طريق الدخل المتوسط حد يفكرني كده ممتاز بنقسم إيه على إيه؟ سرعة ممتاز بنقسم الدخل القومي على عدد الإيه؟ على عدد السكان فلو فاكر قلنا من غير منزور أي دولة بندخل على النت بنجيب رقمين سكان الدولة قدي إيه وحجم دخلها القومي قدي ونقسم دعنا ده بيطلع لي نتيجة مش لازم يكون داخل الدولة القومي كبير عشان الناس تعيش كويس قد يكون دخل الدولة القومي أليل بس عدد سكانها أليل جدا فنعمل ده ديفايد ده يطلع نصيب الفرد كبير في الدخل المتوسط في عيش كويس علشان كده هنا في علاقة في الجدول بقى جايب لي الدخل القومي وعدد السكان فأنا حقسم الدخل القومي على عدد السكان يديني أعلى دولة فيها مستوى معيشة فأنا بقول هنا الدخل القومي بدور على أكبر رقم بس الناحية التانية برضو بدور على أكبر دولة عندها عدد سكان ولا أقل دولة عندها عدد سكان ممتاز أقل دولة عندها عدد سكان عشان الناس تجيب أكبير وبالتالي لو شفنا عدد السكان كده أقل دولة في عدد السكان اللي هي الدولة عين عشان عوالي خمسة مليون نسمة ودخلها القومي حوالي ربعمية وعشرين مليار دولار في السنة فلو أسمت ده على ده حيطلع الدولة عين هي أكبر متوسط نصيب دخل الفرد فيها فبالتالي مستوى اللي يعيش فيها مرتفع عن الدولة سين وصاد وواق سؤال تاني استخدام معايير الكفاءة لدقة الحكم على أداء الاقتصاد القومي يدخل ضمن آليات السؤال يبان كده أنه هو صعب شوية لكن هو هنا لو أنت يفاكر اديتك نصيحة كنا بناخدها قبل كده لما تيجي تحب السؤال وتلاقيه صعب شوية حاول تعمل استرجاع للمعلومات بسرعة كده وقف العنية دقيقة وأقول هو ده في أنهي وحدة في أنهي فصل في أنهي درس في أنهي جزئية هنا بيقول لي استخدام معايير الكفاءة لدقة الحكم على أداء الاقتصاد القومي يبقى هنا قصده أحد فروع علم الاقتصاد ده كان في الدرس الأول في موضوعات علم الاقتصاد خدنا أربع موضوعات الكلي والجزئي والرفاهية أو الكفاءة والاستخدام الأمثل ثم النمو والتنمية بتاع المستقبل مين فيهم يا جماعة اللي كنا نقدر نحكم بيه على أداء الاقتصاد يترى اقتصاديات التوزيف والدخل القومي اللي هو الكل يعني ولا اقتصاديات القيمة والتوزيع اللي هو الجزئي ولا اقتصاديات النمو والتنمية اللي هو المستقبل ولا اقتصاديات الرفاهية والاستغلال الأمثل آه يبقى هو على طول الكتاب الرابع أو الفرع الرابع وهو اقتصاديات الرفاهية والاستغلال الأمثل اللي من خلالها بقدر أحكم على أداء النشاط الاقتصادي وأقول هل النشاط الاقتصادي اللي موجود بيحقق رفاهية ومنفعة وفائدة لكل الناس ولا فئة دون الأخرى ولا ولا إيه المستويات وهكذا يبقى أنا بحكم على أداء النشاط الاقتصادي في أي دولة عن طريق اقتصاديات الكفاءة وبنسميها الاستغلال الأمثل والرفاهي سؤال تاني إحدى صور مدفوعات التحولات يا ترى هي الأجور ولا الفوائد ولا الأرباح ولا المنح طب هو حد فينا ناسي يعني مدفوعات التحولات في ناس ناسية ممتاز مدفوعات التحولات دي مش داخل سمعت واحد بيقول مش داخل طب عايزين نوضح أكتر قلنا فيه فلوس أموال نقود الفرد يحصل عليها أو الدولة فهنسميها الدخل القومي كلها على بعضها بالنسبة للفرد دخول العمل بالنسبة للدولة دخول الملكية مثلا لكن ممكن فرد مننا في يوم الأيام تجيله فلوس كده من عند ربنا كده يعني من غير ما يشارك في الانتاج فاكر الهبات والتبرعات والإعانات زي إعانات الإيه إعانات البطالة والإعانات الاجتماعية وتغير في أصول إيه ملكية ممتاز كأن يشتري فرد منزل بتمن أو بيت ثم يبيعه بتمن أعلى هو ما تعبش فيه ما اشتغلش ما أنتجش فبنسميه مدفوعات التحولات في الغالب بتبقى متحول له من جهات تانية يبقى هنا إحدى صور مدفوعات التحولات التي ليست مقابل العمل أو مقابل الإنتاج هي المنع طيب سؤال تاني يتمثل الإنفاق القومي في مجموع الإنفاق على يعني هو عايز يقول لي كده هو الإنفاق القومي ده بيتعرف هو مجموعة مؤنفق في الاقتصاد القومي خلال عام على إيه ترى؟ على الاستهلاك وحجم الاستثمار في الدولة؟ ولا على شراء السلع والخدمات غير المادية؟ ولا تنفيذ مشروعات جديدة توفر فرص العمل؟ ولا حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الاقتصاد القومي؟ قلنا آه الإنفاق القومي هو كل ما ينفق في الدولة إما لإجباع حاجات السكان في الحاضر فنسميه استهلاك أو إنفاق أيضا في الحاضر بس من أجل بقى إجباع حاجات السكان في الفترات القادمة في المستقبل زيارة سلط البلد الإنتاجية في المستقبل بنسميه استثمار يبقى الإجابة بتاعتنا هي مجموع ما ينفق على الاستهلاك لإجباع الحاجات في الحاضر وللستثمار لإجباع الحاجات في المستقبل ممتاز بحقي الناس اللي مركزة معنا هون أيهما أكثر دلالة على مستوى النشاط الاقتصادي؟ يعني أنا من خلال إيه من ده؟ أقدر أحدد مستوى النشاط الاقتصادي في الدولة يا ترى الإنتاج القومي هو المعبر الحقيقي؟ ولا النمو الاقتصادي؟ ولا الإنفاق القومي؟ الدولة بتصرف فلوس قدي إيه في الموازنة بتاعتها؟ ولا حجم الناتج القومي؟ القيمة المضافة والإسهام الإنتاجي للمشروعات في الاقتصاد؟ يبقى لعبرة فعلا يا جماعة مش أنا أنتاجتي إيه؟ مش الدولة أنتاجت إيه؟ لا إحنا كسبنا إيه؟ حققنا ناتج إيه؟ حققنا قيمة مضافة إيه؟ حققنا إسهام إنتاجي إيه؟ سؤال تاني تتناقص المنفعة الحدية تدريجيا معه؟ هنا لو فكر كنا قلنا المثال اللي خاص بيكم الماء للصائم أو أنا جعان وجيت أكل شيء طبيعي أو الساندويتش أو أو الكوباية لو أنا عطشان هتبقى مهمة جدا هتحقق إجباع أكتر تاني كوباية إجباع على تلت كوباية إجباع على رابع كوباية مش حاجة جنبها أصلا خلاص شربت وارتويت ما بقيتش عطشان فالكوباية رقم واحد أهم من اتنين واثنين أهم من تلاتة وتلاتة أهم من أربعة وهكذا إذن كل ما استهلك المنفعة عملة إيه؟ تتناقص تدريجيا هو بقولي بقى تتناقص تدريجيا المنفعة مع إيه؟ مع الشعور بالحرمان؟ ولا مع زيارة الطلب؟ ولا مع قلة المعروض؟ ولا مع زيارة استهلاك الوحدات؟ يبقى أنا شعوري بالحرمان بيقل لما بستهلك وحدات إضافية زيادة عشان كده المنفعة بتقل يبقى المنفعة تقل لما زود الاستهلاك تب ماذا زودت الاستهلاك المنفعة إيه؟ تقل يبقى هنا العلاقة بينهم عكسي سؤال أي مما يلي لا يعد ضمن الوثائق الرسمية والإلكترونية المستخدمة داخل تلك المؤسسات المالية اللي بتبينها الصورة؟ أنا انت جريت ليه على البدائل ما قلتلك طالما فيه صورة طالما فيه جدول طالما فيه جرافيك رسم بياني وطفل لازم من أول أروح له مكتوب؟ آه يبقى أنا كده عرفت إن الرجل بيقصد كلامه في سؤاله عنه البورصة المصرية اللي هي السوق تداول الأوراق المالية اللي دخلنا فيها لو فاكر والقنا فيها سوق نظامية وسوق غير نظامية سوق أولية وسوق تداول البورصة دي بقى سوق التداول هو بقى الرجل بيقول لي بقى يا ترى إيه اللي جاي من دولا؟ ما هواش تابع للبورصة المصرية ما بيتمش تداوله أو التعامل معاه جوه البورصة المصرية قد يكون تابع لمؤسسة تانية بس مش جوه البورصة طيب إيه بقى اللي مش جوه البورصة من دولا؟ أسهم شركة العاصمة الإدارية لا طبعا ده أسهم موجودة سندات الخزانة المصرية ده سندات ده هي البورصة أصلا شغالة فأسهم وإيه؟ ممتاز وسندات الإكرارات الضريبية السنوية اللي بيقدمها رجال الأعمال لمصلحة الضريب إيه اللي وده دي هناك؟ سكوك مديونية المؤسسات على نفسها ما هي السكوك دي؟ إما أسهم أو سندات لا دي عبارة عن سندات طالما سكوك مديونية تبقى سندات يبقى على طول عرفت الحاجة الغريبة اللي داخلت في النص هنا الإكرارات الضريبية لرجال الأعمال دي هناك بقى تروح لمصلحة الضريب تلاقاها موجودة هناك لكن مش حنقاها في البورصة سؤال تاني الحاجات البشرية هي المحرك الأساسي لكل إيه؟ يا ترى حاجة السكان شعوره بالحرمان عايزين حاجات فردية أكل شور بساكل لبس عايزين حاجات اجتماعية تعليم صحة عايزين حاجات عامة أمن وعادل واستقرار قوانين البناء المرور إلى آخره الليلة دي كلها يا جماعة الحاجات البشرية دي مين الدينامو اللي بيحركها؟ يبقى الحاجات البشرية بتحرك إيه؟ بتحرك كل نشاط اقتصادي ولا بتحرك الموارد الاقتصادية ولا بتحرك المشكلات الاقتصادية ولا بتحرك السياسات الحكومية يبقى هدف أي نشاط في أي دولة في العالم هو إجباع الحاجات يبقى الحاجات هي اللي بتحرك النشاط لأن النشاط هدفه إجباع الحاجات ده بعد استغلال الموارد يؤدي انخفاض الأسعار في الأسواق إيه لا؟ آه لو احنا نزلنا السوق فجأة كده لقينا الأسعار انخفضت طيب ده هيؤدي لإيه؟ ارتفاع الدخل النقدي يعني مرتب يزيد ارتفاع الدخل الحقيقي يعني أرجع البيت ومعايا شنط وكياس كتير واشتريت حاجات كتير أو كده ولا انخفاض الدخل النقدي يعني مرتب إيه اللي يعني؟ ولا انخفاض الدخل الحقيقي يعني أنا أرجع بشنط وكياس قليلة بقى وما أشبعش غير حاجتين 3 من 10 اللي كنت عايزهم لو رحت السوق ولقيت الأسعار انخفضت فجأة أقدر بالدخل النقدي بالمرتب بتاعي أشتري كل احتياجات يبقى هزود الدخل الحقيقي هعيش كويس يبقى هنا علاقة عكسية بين ارتفاع الأسعار أو الأسعار بصفة عامة والدخل الحقيقي ارتفعت الأسعار في السوق يقل الدخل الحقيقي ينخفض مستوى المعيشة انخفضت الأسعار في السوق مع مستوى المعيشة تعتبر الوجبات الجهزة في المطاعم والأحزية والملابس في المتاجر تعتبر ايه؟ اه يعني لما روح نجيب وجبة كده نكلها او أشتري حاجة ألبسها او جبت شنطة او مثلا جبت حزاء او او وما عملتش عليه اي تعديل او انا جبت على طوله الحاجات دي جهزة دي الجهزة دي على طول الاستخدام يا ترى تعتبر دخل نقدي ولا استثمار طويل الأجل ولا سلع استهلاكية ولا حساب اقتصادي يا جماعة ممتاز سلع ايه استهلاكية ليه قلت استهلاكية طيب ممتاز عشان استهلاكتها على طول يبقى فيه عندي سلع انتاجية عشان أجيبها واستفيد منها لازم أغير وعدل فيها وفيه سلع استهلاكية لما باستهلكها على طول بدون إجراء تعديل أو تغيير فبسميها سلع استهلاكية يبقى كوباية الماء اللي قدامي دي لو خدت منها بق مية كده تبقى سلع ايه ممتاز استهلاكية تبقى انا هاخدها بقى اروي بيها الشجرة عشان تكبر وتطرح دينا ثمار وكده يبقى استفدت من مية بترقى غير ايه مباشرة يبقى المية في المثال التاني سلع ايه انتاجية بينما للشرب سلع ايه بحيك رجالة ممتاز سلع استهلاكية اي من التالي لا يدخل ضمن الاسهام الانتاجي في الاقتصاد القومي وخلي بالك السؤال ده سعباني شوية اي من التالي ما بنعتبرهوش ضمن الاسهام الانتاجي ضمن القيمة المضافة في الانتاج في الاقتصاد القومي وما اقدرش اقول ده دخل ما اقدرش اقول ده مكسب يا ترى هو دخول الافراد ولا دخول الملكية ولا الدخول المكتسبة ولا مدفوعات التحولات من الاخر يا جماعة هو عايز حاجة من دولة ممكن نحصل عليها ليس مقابل اشتركنا في الانتاج حاجة ممكن تجي لنا كده من غير ما نتعب يا ترى هي دخول الافراد طيب ما احنا اشتغلنا وتعيبنا دخول الملكية مهد دولة خيرت مقابل مؤسستها الدخل المكتسب ده هو اسم مكتسب يقولك كسبته بعرق جبين يبقى ما فيش غيره وهي مدفوعات التحولات اللي هي الهبات والتبرعات والإعانات وتغير في أصول الملكية سؤال تاني يحق لحامله متابعة أعمال الشركة والمشاركة في وضع الخطة السنوية وحضور اجتماع الجمعية العمومية مين من دول يا جماعة اللي لو أنا بمتلكه أقدر من حقي كده أروح أحضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة اللي أنا منتمي ليها مش هبضح أكتر من كده أو أقول رأيي كمان وأفكاري وأعترض ورشح وانتخب إلى آخره طالما ليك حق الحضور وحق التأثير وإبداء الرأي يبقى أنت شريك ولا داين ممتاز شريك طيب مين اللي يقول أنا شريك أشتري سهم من الشركة ولا أشتري منها سند فاكر السند دا سق إيه سق شراكة ولا سق ملكية ممتاز سق شراكة سق ملكية فالسند أنا بسلي في الشركة الأجل مسمى ما لفش على الشركة خالص إن لما ييجي المعات بتاعي أجي أديهم السند أخد مقابله بالفايد بتاعتي لكن السهم بقى آه دا شريك والله الشركة كسبت كسبت خسرت خسرت ليا حق ما نشريك بقى هو أحضر بقى الاجتماعات يبقى هو صاحب السند ولا صاحب السهم ولا مالك يستند ديك الإدخار ولا حائزي دفاتر الشيكات يبقى على طول صاحب السهم هو اللي من حقه يتابع أعمال الشركة ويشارك في وضع الخطة السنوية ويحضر اجتماع الجمعية العمية سؤال تاني يتمثل الفرق بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي في التأثر بإيه يا جماعة يا ترى تغير مستوى الأسعار متوسط دخل الفرد حجم الانفاق على السلع الاستهلاكية حجم الانفاق على السلع الانتاجية يبقى الإجابة بتاعتنا وهو تغير مستوى الأسعار فاصل ونرجع مرة تانية أوعي تروحه في أي حتة ترجمة نانسي قنقر ورجعنا لكم تاني ومعانا سؤال جديد بيقول بتعبر الصورة المقابلة عن أحد أنواع البنوك العاملة في الاقتصاد المصري لدعم عمليتي الادخار والاستثمار وهي من فئة البنوك أنا عنها متروحش خالص على البداية دلوقتي يا جماعة إلا ما روح على الصورة بشوف كده الصورة مكتوب البنك الأهلي المصري ومكتوب بنك مصر بالله عليك أنت عرفت كده البنوك دي شغالة فيه يعني واضح كده من الاسم بتاعها أن المجالات اللي شغالة فيها واحد اتنين تراتة اربعة ولا مش واضح طبعا مش واضح هو مش كتبين يبقى أي يفطة وانت ماشي في الشارع لقيت البنك وعلوان بتاع البنك مكتوب أو اسمه ومش واضح ما فهمتش من الاسم بعد ما قريته أنه هو شغال في ايه يبقى على طول بنك تجاري ولا بنك متخصص ولا بنك مركزي نشوف الاختيرات الأول وأرجع لكم تاني بالتفسير تعبر الصورة المقابلة عن أحد أنواع البنوك العاملة في الاقتصاد وهو البنك الأهلي وبنك مصر ده يا ترى من نوعية البنوك المركزية ولا البنوك الاستثمارية ولا البنوك التجارية ولا البنوك المتخصصة على طول طالما مش واضح من اسمها يا جماعة من التايتل بتاعها شغالة في ايه تبقى بنوك تجارية لكن لو قال لي بنك التعمير والإسكان تم مهرج الحدي ده بنك التنمية والاقتمان الزراعي تم مهرج الحدي ده بنك مصر إيران لتنمية الصادرات مثلا تم مهرج الحدي ده يبقى البنوك اللي هفهم منها شغالة في ايه تبقى متخصصة اللي مش هيبقى واضح دي هتبقى بنوك تجارية زي البنك الأهلي كده وبنك مصر سؤال تاني أهم صور انتقالات رؤوس الأموال دوليا على الإطلاق ماه الفلوس رايحة وجاية بين الدول في ميزال المدفوعات لو أنت فاكر كانت قصرت الأجل أقل من سنة وطويلت الأجل أكتر من سنة طي مين فيهم أفضل واحدة يا ترى الكروض طويلة الأجل يعني الدولة تجيب كرد من دولة أو من بنك الدولة أو أو ويقعد معاها لفترة زمنية طويلة ترجعها بعدين ده كويس ولا الكروض متوسطة الأجل يعني مش طويلة قوي من 3 إلى 5 سنين كده ولا من سنة لتلاتة أما ولا المنح والمساعدات التي لا ترد واعتفرح تقول الله هي دي بقى منح والمساعدات بناخدها ومش هنرجعها تاني ليه لأني مرتبطة بالكوارث أو الاستثمارات المباشرة اللي هو المستثمر الأجنبي يجي وفلوسه معاه وبعدين ده جاي من غير عمالة فحيستغل المواردي ويشغل عملتي ويشاركني وينتج ويزود وهكذا يبقى أفضل صورة على الإطلاق من صور انتقار رؤوس الأموال طويلة الأجل بين الدول هي الاستثمارات المباشرة لأن المستثمر فيها بيكون مالك وليس دائن هو لو سلفني هيبقى دائن والله أنا خسرت كسبت لازم أرجع الفلوس على الفوائد وطبعا علىها شروط وضغوط وكصة تانية لكن الاستثمارات المباشرة هنا المستثمر مالك وليس دائن يعني بيجي الدولة ومعه فلوسه ويبدأ يشاركني ونشتغل سواء سؤال تاني بدأ توجه الدول الرأس مالية في التدخل المباشر لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في اقتصادياتها الوطنية بعد إيه؟ طب السؤال بالراحة كده لو أنت فاكر قلنا أن النظم الاقتصادية في العالم وطبعا أدب اللي قاعد معي فرحان دلوقتي هو فاهم أنا بقولي أكثر من علمي أن في عندنا المعسكر الشرق والمعسكر الغربي وكان بينهم استقطاب عالمي وصراع وحرب بردة كمعسكرين اقتصاديين واحد شيوع اشتراكي مركزي والتاني لا مركزي رأس مالي هو ده بقى يبقى الرأس مالي ده اللي فيه قطاع عام يا جماعة مع القطاع الخاص ومنافسة تصب في صالح المستهل بدأت بقى الدول الرأس مالية الغربية دي أن هي تتدخل مباشرة عشان تحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي في اقتصادياتها الوطنية بعد بعد الحرب العالمية الأولى ولا بعد الحرب العالمية التانية ولا بعد توقيع اتفاقية التريبس ولا بعد توقيع اتفاقية الجات اه احنا عندنا يا جماعة بعد الحرب العالمية التانية العالم تغير حقيقة يعني نقدر نقول كده العالم قبل الحرب العالمية التانية وبعد الحرب العالمية التانية لأن معظم الدول بدأت تتوجه بقى للتنمية الاقتصادية لأن معظم دول العالم اللي شاركت في الحرب كانت خارجة متدمرة من الحرب وعندها استنزاف للموارد وتعيد بناء نفسها زي الصين ودول تانية كتير واليابان وغيره فبعد كده بدأت هذه الدول تنتهج سياسة اقتصادية مختلفة مغيرة وهي ان هي تحاول بقدر الامكان ان هي تدخل تدخل مباشر مع القطاع الخاص عشان تعمل توازن ونمو اقتصادي في الاقتصاديات الوطنية يعني كان بعد الحرب العالمية التاني سؤال جديد نقصد بمبدأ وحدة الموازنة يعني وحدة الموازنة مش سنوية الموازنة يا ترى وحدة الموازنة دي معناها ان تضع الموازنة لسنة واحدة سنة واحدة ما كان لسنوية هو بقول لي وحدة الموازنة او ان تضع الموازنة في وثيقة واحدة يعني نسجل كل موازنة الدولة من نفقات واردات في ورقة واحدة ولا ان تضع الموازنة لوزارة واحدة ونسيب باقي الوزارات ولا ان تعد الموازنة وتعتمدها جهة واحدة يعني الجهة اللي هتعد الموازنة هي اللي هتعتمدها يعني طب فين الرقابة اللي عليها بقى يبقى بنقصد بوحدة الموازنة هي أن توضع الموازنة في وثيقة واحدة ورقة واحدة مقسومة نصصين نفقات وإيرادات ومتقسمة على 12 شهر فأجي مثلا عشوائيا أبص في أي شهر أقول الله ده شهر مثلا فبراير هنصرف كام مبلغ أدي إيه وعلى إيه وتبقى هنجيب الفلوس دي منين وكده فعلى طول تبقى العملية واضحة قدامي كمتابع ومراجع مالي على المالية إلهم سؤال تاني تتمثل خصائص الحاجات في الآتي باستثناء يعني الرجل عايز يقول لي كل الآتي هو من خصائص الحاجات معادة واحدة غريبة موجودة في النص احنا عايزين نطلعها بقى يبقى تتمثل خصائص الحاجات في الآتي باستثناء يا ترى الإشباع مش خاص بالحاجات يعني ولا تطور ولا الثبات ولا التنوع واضح جدا والسؤال ده إلى حد ما سهل شوية أن من خصاص الحاجات لو فاكر كان الإشباع والتطور والتنوع لكن السبات مش من خصائصها لأن حاجات الإنسان في تطور مستمر سؤال تاني بيهتم علم الاقتصاد بالموارد الأكثر إيه؟ فاكر لما قلنا صنفنا الموارد من حيث نسبة وجودها في الطبيعة وقلنا موارد موجودة بكمية قليلة وقلنا لازم نكمل أقل من المطلوب ولا تشبع كل الحاجات وهناك عجز فتصير مشكلة فيهتم بها علم الاقتصاد وهناك موارد موجودة بكمية كثيرة لا قلنا نكمل وأكثر من المطلوب وتشبع كل الحاجات وهناك فائض فلا تصير عجز فلا يهتم بها علم الاقتصاد يا ترى بقى الموارد العلم الاقتصاد اللي بيهتم بها هي الأكثر إيه؟ الأكثر ندرة على سطح الأرض ولا الأكثر أهمية للعملية الإنتاجية ولا أكثر إجباعا لحاجات الإنسان ولا أكثر ضرورة لحياة الإنسان علم الاقتصاد ما بيهتمش بالمورد عشان مهم أو مش مهم لحياة الإنسان لا هو بيهتم بالمورد اللي بيصير مشكلة مين من دولة اللي بيصير مشكلة قدامك ممتاز يبقى هو الأكثر ندرة على سطح الأرض وبالتالي علم الاقتصاد لا يهتم إلا بالمورد الندرة اللي موجودة بكمية أقل من الحاجات الصلاحة لإجباعها عشان كده بتصير مشكلة فبيهتم بيها فنطلق عليها موارد إيه لو أنت شاطر بقى الموارد الندرة بنسمها موارد إيه الاسم بديل بتاعها ممتاز موارد اقتصادية بحييك سؤال جديد الضرائب الموحدة على الدخل وأرباح الشركات والمصانع تعد من أنواع ركز بالراحة وهدى معايا الضرائب الموحدة على الدخل يعني أنا لما يجي مثلا كده أسأل بابا ماما أختي أخويا عمو خالو أي حدي بيشتغل في البيت عندي كده هو أنت بتقبض كم هو طبعا ممكن بيقولكش الرقب الحقيقي بس يعني حنفترض أنه هو قالك فقوله طيب الرقم في القلب بيبقى كم وبعدين لما تيجي قبل الصافي بتعد على كم خانة مستقطعة وهكذا في خانة منهم بقى كده فيها ضرائب وهكذا في التالي في النهاية بقى الصافي قد إيه يبقى ده كده أهو خده جزء من بابا في المرتب بتاعه يبقى ضرائب موحد على الداخل والمرتبات ولو عندنا شركة وبتحقق أرباح برضو فيه ضرائب والمصانع لو عندنا مصنع كسب كام بنخصم بيه بروح ندفع الإكرارات الضريبة والضرائب دي كلها بقى ضرائب تسمى رسوم جابرية ولا ضرائب مباشرة ولا ضرائب غير مباشرة ولا ضرائب جمركية بالله عليك إحنا عندنا مصنع وباع مبلغ بكاد كده خصمنا أجور العمال والخامات فالصفي بقى كذا فقلنا يا جماعة ده اللي كسبنا هتأخدوا كام مننا الضرائب على طول يا جماعة يبقى دي ضرائب مباشرة احنا عارفين وهما بيأخدوا مننا استقطاع ضريبي إن دي ضرائب وعمل وطني يبقى ضرائب مباشرة لأن فيه ضرائب غير إيه ممتاز مباشرة زي ضريبة الاستهلاك أو ضريبة المبعاد أو الجميل كلما زارت نسبة الاستهلاك الوسيط قلت نسبة إيه ده الاستهلاك الوسيط طيب تعال نشوف قبل ما نروح على الاختيارات أفكرك بس هو ده خدناه في أنه فصل خدناه في الفصل ممتاز التالت اللي كان عنوانه إيه الدخل القومي لما خدنا الانتاج القومي والناتج القومي وقلنا عشان نحدد الناتج نروح للانتاج تاني نشوف إحنا صرفنا قد إيه عشان ننتج وكسبنا منه قد إيه فنطرح اللي احنا صرفناه من اللي احنا بعناه اللي بقى إيه ده هو الناتج اللي بقى إيه ده هو الإسهام الانتاجي اللي بقى إيه ده هو الكيمة المضافة طيب اللي احنا صرفناه سميناه إيه يا جماعة استهلاك انتاجي عشان كان لازم نستهلكه عشان ننتج أو استهلاك وسيط لأنه هو استهلاك وسيط في النص قبل يعني عشان تتم العملية انتاجية وعشان نحدد الناتج يبقى قبل تحديد المكسب وبعد تحديد المكسب الاستهلاك اللي في النص ده يا جماعة ده استهلاك وسيط لابد من استهلاكه في منتصف العملية الانتاجية عشان يكتمل الانتاج فبالتالي بنخصمه يبقى معنى كده كلما زاد الاستهلاك ده لو نفقتنا كترت بالله عليك مكسبنا يقل ولا يزيد تعالوا نشوف بقى مين هنا بيعبر عن كلمة مكسبنا يقل ليه لانه زاد الاستهلاك اهو الاسهام الانتاجي حيقل الضراب المباشرة حيقل ولا الدخل الحقيقي حيقل ولا الارباح والمنح اه على طول يبقى فيه علاقة عكسية مع الاسهام الانتاجي او القيمة المضافقة انه ممكن نحطها هنا لو صرفنا كتير يبقى الناتج والمكسب بتاعنا والاسهام الانتاجي حيقل من دلائل كفاءة الانظمة الاقتصادية ارتباط الديمقراطية السياسية فيها بعملية ايه اه يعني معنى كده ان اي نظام مالي واقتصاد ناجح في اي دولة لابد ان يربط عملية الضراب بايه لازم عملية فرض وجمع الضراب يكون فيها ايه يكون فيها تحديد الرسوم ولا يكون مرتبط بتحديد الرسوم ولا بالاكتتاب العام ولا تثبيت سعر الصرف ولا فرض الضراب مين من دولة الافضل يكون فيها ديمقراطية اه على طول النظام الاقتصادي دلوقتي في اي دولة بيحاول يربط الديمقراطية بعملية فرض الضراب ليه لان من حقي كممول اعترض وقولوا الضراب دي كتيرة ايوا روح اعمل قضية طعن ضريبي وارفع طعن ضريبي قضية في المحكمة الاقتصادية وبعد كده حيتم تقدير الوعاء الضريبي بتاعك مرة تانية وبعدين يصدر حكم اما بالتعديل او انت فعلا كلامك مش مزبوط وكانت الضريبة هي اللي مزبوطة وبالتالي لا تفرض الضراب الا بقانون ولا تعدل الا بقانون ولا يعفى منها احد الا بقانون يبقى لابد من ارتباط الديمقراطية والقانون بعملية جامعة الضراب سؤال تاني اذا اردنا تحديد الوظيفة الرئيسية للبنك الموضح في الصورة يبقى معرفش اروح للبداية الا ما بص في الصورة الاول وتأكد منها مكتوف فيها يا جماعة البنك المركز المصري تمام طيب ده نسخة واحدة في الدولة منه فقط لغير يعني ده مش كل ما هتمشي في حي ومدينة هتلاقي منه فرع ده هو البنك المركزي بنك الدولة بنك البنوك هو اعلى سلطة نقدية في البلاد طيب الوظيفة الرئيسية بتاعته ايه ممكن نختصرها في كلمة ايه من دولة الاستثمار هل هو بيشجع الاستثمار دور الرئيسي يعني ولا الركابة على البنوك الاخرى والعملية النقدية في الدولة كلها ولا بيقوم بالادخار يعني الناس بتحطوا فلوسها هناك ولا بيمون المشروعات اه يبقى الكلمة اللي اكثر شمولية واكثر دقة اللي بتديني انطباع عن دور البنك المركزي هي عملية الايه الركابة طيب فاكر لما قلنا في الشرح بقى وبنقول بما تفسر ضرورة وضع البنوك تحت ركابة دقيقة من البنك المركزي ليه لان هذه البنوك بكل بساطة لا تتعامل في اموالها بل اموال المدعين المدخرين اللي هو انا وانت وهو هي فلو في يوم الايام اصبحت هذه البنوك مديونة والفلوس راحت حنروح نشتكل مين للدولة ونعيط طيب من الاول بقى الدولة ترائب هذه البنوك واجراءاتها وعملياتها المالية والاقتمالية عن طريق البنك الايه ممتاز المركزي يبقى دور الاساسي هو الركابة سؤال تاني تدخل القوانين اللي خاصة يعني بالبناء وقوانين المرور ضمن تصنيفات الحاجات ايه يا جماعة من دولها يعني قوانين البناء والمرور يا ترى هي حاجات اجتماعية ولا حاجات اولية ولا حاجات فردية ولا حاجات عامة حاجات اولية وفردية واحدة اكل شرب يا ساكة اللبس طبعا دي مش منهم طب هل هي حاجات اجتماعية يعني قوانين البناء والمرور والحاجات دي هي مجتمع معين في محافظة معينة هو اللي محتاجها وباقي الناس مش عايزينها يبقى على طول لا يبقى هي على طول تصنف ضمن الحاجات الايه العامة لكل افراد المجتمع وليمكن إحنا من أحد منها أو استثناءه تقدمها الدولة لكل الناس بدون استثناء أو تمييز عشان كده هي اللي بتتحمل تكليفتها عشان كده أنا ما عنديش ببرر أحرم حد منها أيوة يعني إنا تعرف الكسر والاستقصار ممتاز سؤال تاني يتم عرض الأسهم والسندات لأول مرة على المتعاملين داخل البورصة لشراءها من خلال عملية إيه ده؟ هنا في كلمة صغيرة هي اللي هتحدد الإجابة لو مش موجودة أنا ممكن أطلقبط وأختار أي إجابة لكن هو أحددهلك بإيه كلمة لأول مرة مش فاهم أصد يعني أنا ممكن أشتري أسهم في نادي رياضي أو شركة أو مصنع من زميلي اللي هو أشاريهم أصلا قبل كده دي مش أول مرة ده تداول لكن لما نيجي نطرح شركة معينة في البورصة ونبيع الأسهم والسندات بتاعتها لأول مرة والناس يشتروها هذه العملية اسمها إيه؟ اكتتاب عام؟ ولا تداول؟ ولا استثمار فردي؟ ولا عملية المقصة؟ يبقى معنا كده؟ ده آخر مرة نقول إن الاكتتاب العام ده هو أول مرة الإنسان بيشتري فيها سهم وسند بعد كده ممكن يبيعوا بقى لمجموعة الشركة لزميلي وهكذا يبقى طرح الأسهم والسندات لأول مرة للبيع لعامة الشعب اسمه اكتتاب عام فاصل ونرجع مرة تانية عشان نكمل مع بعضينا أسئلتنا في حلقة المراجعة النهائية من شاشة قناتكم مدرستنا ثلاثة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم أوعوا تروحوا في أي حتة منتظركم بعد الفاصل تلتة سنوية هانت خلاص أنا قدي التحدي خطوة جمان والبكرة هعدي تلتة سنوية هانت خلاص أنا قدي التحدي خطوة جمان والبكرة هعدي تلتة سنوية ورجعت لكم تاني ومعايا سؤال جديد بيقول السؤال من السمات التي يتمتع بها المفهوم الاقتصادي الذي يتوضحه الصورة المقابلة أنه يبقى لازم الأول أشوف الصورة مكتوب فيها مفهوم اسمه الخصخصة بسرعة بفكرك ده كان في الوحدة كان في الدرس كان الرابع اللي هو بيتكلم على المالية العامة ودور الدولة وقلنا الأنظمة الرأس مالية الاقتصادية حاليا بتعتمد على فكرة الأثمان أو الأسعار اللي بتحكم في ظروف العرض والطلب البيع والشراء وفكرة الخصخصة لما قلنا أن فيه خصخصة الإدارة وخصخصة الملكية وخصخصة السماح بمعنى أن الدولة ممكن تبيع مشروع للقطاع الخاص فنقول كده ملكية انتقرت خلاص بقى خصخصة الملكية أو تحتفظ الدولة بملكية المشروع لكن تدور بمعرفة القطاع الخاص أو الدولة تسمح بالبداية لقطاع الخاص ينافسها في مشروعات قومية كبيرة طيب هو بيقول لي بقى أنت أكيد ذكرت موضوع الخصخصة مين من اللي جاي ده يعتبر من سمات الخصخصة تعتبر الخصخصة دي من العلامات المميزة للنظام الاقتصادي الاشتراكي يعني هي كانت موجودة في النظام المركزي أو الاشتراكي ولا منتشرة منذ اقتصاديات أو هذا المفهوم ده منتشر يعني منذ اقتصاديات ما قبل الميلاد ولا بيعني حرمان الكطاع الخاص من الممارسات الاقتصادية والدولة وحدها هي اللي تقوم بالانتاج ولا يعد من الدعائم الرئيسية للنظام الاقتصادي الرأسمالي لاختيار بتاعنا والبديل الصحيح وهو أن النظم الرأسمالية في اقتصاديات الدولة الآن الرأسمالية اللي هي فيها قطاع عام مع قطاع خاص بقى عندهم توجه عام نحو الخصخص سؤال تاني بقولي تتمثل المشكلة الاقتصادية في ايه؟ يعني هو لو عايز يقولي يعني عرف المشكلة الاقتصادية في عبارة قصيرة يعني أو اختزل أو اختصر تعريف المشكلة الاقتصادية هي ترى حيكون هي ارتفاع الأسعار في السوق يعني أول منزل السوق ألاقي الأسعار مرتفعة أقولي احنا عندنا مشكلة الاقتصادية ولا انخفاض الأسعار في السوق لما لاقي أسعار السلع منخفضة والدخل حقيقي مرتفع فقولي عندنا مشكلة الاقتصادية ولا لما لاقي فيه وفرة في المعلومات عن الموارد فقط فقولي عندنا مشكلة الاقتصادية ولا ندرة الموارد بالنسبة للحاجات يعني موارد الدولة مش مكافية السكان فلوسك مش مكافية الحاجات اللي انت عايز تشتريها من السوق يبقى على طول فعلا هي دي بقى المشكلة الاقتصادية وهي ندرة الموارد أو كلتها بينما الحاجات كثيرة سؤال تاني بيقول لي نوعية البنوك الموضحة في الصورة أو نوعية البنك الموضح في الصورة ده تدل على نوعية البنوك ايه البنك اسمه يا جماعة مكتوب بنك التعمير والاسكان يبقى ده بنك شغال بيروح يعمل بودن جديدة ويعمرها ويفرشها بالمرافق الحيوية والبنية التحتية وبعدين يبدأ يطرح الوحدات للسكان عشان ينتقلوا ويعيشوا فيها ده اسمه بنك التعمير والاسكان لقلنا مزرعة ولقلنا مثلا شركة سياحية ولقلنا مثلا أرض الزراعية حنجيب فيها صوبات زراعية ده شغال في جزئية معينة هون يبقى ده تابع البنوك المتخصصة ولا تابع البنوك المركزية ولا تابع البنوك الاستثمارية ولا بيقوم بكل أنواع البنوك يونيفيرسال بنكز اللي هي بنوك الشاملة يبقى على طول ده عبارة عن بنوك ايه يا جماعة متخصصة وقلنا من شوية في مطلع الحلقة بتاعتنا لو قدرت تفهم من قريتك لعنوان البنك هو شغال في ايه على طول يبقى ده بنك متخصص يطلق على مجموع مؤنتج في الاقتصاد القومي من سلع وخدمات في فترة معينة غالبا ما تكون مجموع مؤنتج بس مجموع مؤنتج يا ترى اسمه الناتج القومي ولا الانتاج القومي ولا الدخل القومي ولا متوسط الدخل شيء طبيعي مجموع مؤنتج يبقى ممتاز الانتاج الايه القومي من سلع وفاكرين وخدمات اذا قد يشمل الانتاج القومي انتاج مادي سلع اجهزة الات معدات اسلحة سيارات ملابس الاخره او انتاج غير مادي وهي خدمات بقى التعليم والصحة والامن والعدالة والشرطة والجيش وهكذا طيب يمكننا استنتاج الدور الرئيسي للسلطة اللي بتعبر عنها الصورة المقابلة ايه دي اه ده البرلمان المصري يعني دي مجلس الشعب يا جماعة البرلمان يا ترى البرلمان دوره هيكون ايه البرلمان احنا عارفين طبعا ده بيشرع القوانين سلطة تشريعية يمكننا استنتاج الدور الرئيس للسلطة اللي بتعبر عنها الصورة المقابلة عند مناقشة المالية العامة دوره ايه بقى البرلمان المصري في المالية العامة يا ترى هو اعداد الموازنة العامة هو اللي بيعمل كده يعني ولا اعتماد الموازنة العامة يعني في حد غيره بيعدها ويقدمها له عشان يوافق او يرفض او يقول ملاحظاته تعديلاته ولا تحديد اوجه النفقات العامة يعني دور برلمان المصري فقط ان هو يقول احنا هنصرف في ايه ولا تقديم الحسابات الختمية يعني البرلمان المصري هو اللي هيقدم كسلطة تشريعية للحكومة كسلطة تنفيذية يقولها تفضلي ده تقرير عن عمليات اللي تمت في السنة السابقة على طول طبعا بنختار اعتماد الايه ممتاز الموازنة بمعنى ان الدولة الحكومة يا جماعة هي اللي بتقدم بقى كسلطة تنفيذية للمجلس الشعب اللي هو البرلمان اول السنة بتقدم له الموازنة العامة عشان ايه؟ يبقى هي اللي قعدتها هو بتقدمها عشان يعتمدها يقول هنا تعديلات موافق برفض دي لا اشيط دي حقوها كذا وفي النهاية هي برضو كدولة كسلطة تنفيذية لحكومة بتقدم للبرلمان في النهاية حساب ختم يقصد بمفهوم الخاص خاصة ايه يا جماعة؟ يترى تحمل الكطاع الخاص بعض نفقات الخدمات الاجتماعية هي دي الخاص خاصة؟ ولا اعادة توزيع الادوار بين الدولة والكطاع الخاص في ملكية عناصر الانتاج؟ ولا تعظيم العائد من الانشطة الاقتصادية لصالح اموال الخدمات العامة؟ ولا سيطرت الدولة على الانشطة الخاصة بكطاع الانتاج الخاص خاصة؟ قلنا ان احنا نجيب الدولة والكطاع الخاص نقعدهم كده قدام بعضهم اللي نجح في حاجة يتفضل يعملها يبقى الدولة هتبقى نجحة اكتر هي في وضع السياسات والقرارات والقوانين والخطط والبرامج لكن الكطاع الخاص قد يكون متفوق عن الدولة وسابقها شوية في الادارة في الانتاج في التوزيع في التسويق الحاجات دي كلها يبقى كده الخاص خاصة ما هي الا عملية اعادة توزيع الادوار بين الكطاع العام والكطاع الخاص بتعرف السوق اللي بتم التعامل فيها داخل البورصة على الاسهم والسندات اللي تم اصدارها منذ فترة اه مش هي الاول مرة اه ده احنا كده بنقول احنا كده عندنا سوقين جوه البورصة طب تعالى نشوف الاول اختيارات عشان ما نحنقش السؤال يا ترى السوق اللي هتبيع وتشتري الاسهم والسندات اللي مع الناس بقالها فترة وده اشتراها من ده وده باعها لده وده اخدها من ده يا ترى دي اسمها ايه بقى السوق الغير نظامية يعني خارج البورصة ولا سوق الاصدار الاولية دي السوق اللي طبعت الاسهم والسند لأول مرة لسه ولا دي عبارة عن سوق التداول ولا سوق الصرف الاجنبي بيع وشراء عملات دي مش عملات دي اوراق مالية لها قيمة العملة اسهم والسندات غير العملات بقى لو انت عايز تستورد بقى من اليابان من الصين من اي دولة فانت بتروح سوق الصرف تديهم مصري يدوك العملة الاجنبية عشان تستورد بيها دي اسمه سوق الصرف بيبيع ويشتري ويتعامل فيه العملات الاجنبية لكن يبقى دي عبطل يا جماعة سوق التداول اللي هي البورصة بتبيع وتشتري الاسهم والسندات اللي مع الافراد والمؤسسات بقالها فترين في حال أردنا التعبير عن ما هي المشكلة الاقتصادية بعبارة مختصرة يمكننا القول بأنها مشكلة ندرى باختيار ولا يقتصر وجودها على الدول النامية ولا حديثة ترتبط بالعولمة لسه الظهرة قريب ولا نتجة عن التوازن بين الحاجات وبين الموارد على طول نقدر نقول كده باختصار وقال بنا جامد المشكلة الاقتصادية مشكلة ندرى وإيه واختيار ندرى فين لو شاطر ممتاز ندرى في الموارد يعني قليلة واختيار فين في الحاجات لأنها متنوعة وعديدة سؤال تاني السؤال بيقول السورات العلمية العديدة التي رافقت العولمة في مجال الزرع وبيتم التعبير عنها بإيه يا جماعة تاني السورات العلمية العديدة اللي رفقت العولمة أو ما هي العولمة كان لها تأثير اقتصادي ولها تأثيرات علمية في مجال إيه الزراع شفنا دلوقتي ندخل أي محل ماركت أورجانيك نوت أورجانيك الحاجات دي بنسميها بقى السورة الصناعية التالتة ولا التكنولوجيا الحيوية ولا التكنولوجيا الحيوية ولا العولمة الاقتصادية ولا الملكية الفكرية اللي هي اتفاقية التريبس على طول نختار إيه يبقى الزراعة التقدم العلمي والبحث العلمي بدأ يهجل أنواع من المحاصيل من البزور عشان تدينا إما حجم أكبر أو عدد أكبر في الانتاج في الوزن وكده فبنسميها دي اسمها تكنولوجيا حيوية أو هندسة إيه ممتاز أو هندسة ورصية المصطلح البديل بتاعها سؤال تاني أي من الصور التالية تعبر عن عنصر العمل من الناحية الاقتصادية السؤال ده جديد تمام بص تاني طيب أي من الصور التالية تعبر عن عنصر العمل من الناحية الاقتصادية يعني فيه واحد من دولا بيشتغل عشان فيه دخل فيه واحد من دولا بيعمل عشان يكسب فلوس آه على طول بنختار دال اللي هي في رقم ألف وهنا الخدعة في السؤال بقى انت متخيل ألف تبقى ألف به تبقى به لا ده هو ممكن يجيب لك كده زي ما أنا كاتب كده وتعمدت أجيبها ألف به جيم دال دي الاختيارات بس ألف أنه اختيار جبت لك فيه دال فأنت بتختار مين هنا دال بتدور على دال فين بقى مش على طول تروح عندي دال لا انت تبص بين الأكواس هي دال موجودة فيه وبالتالي الطبيب اللي بيشتغل هو بيشتغل آه بيعالج الناس لكن عشان عائد مادي سؤال تاني علم الاقتصاد الذي يتناول المستويات العامة للنشاط الاقتصادي يبقى رجعنا تاني الفصل الأول موضوعات علم الاقتصاد الأربعة ودايما ده موضع امتحاني وبيتكرر دايما يا جماعة في الامتحانات السابقة علم الاقتصاد اللي بيتناول المستويات العامة يا ترى ده اقتصاد كلي ولا اقتصاد جزئي ولا اقتصاديات الرفاهية ولا اقتصاديات النمو والتنمية بتاعت المستقبل ده هو بيقول لك مستويات عامة يعني نفقات عامة إيرادات عامة موزنة عامة الدخل القومي الدخل المتوسط الدخل الحقيقي مستوى المعيشة النمو الاقتصادي التنمية الاقتصادي حاجات كبيرة كده على طول يبقى ده أنت عرفته على طوله هو الاقتصاد الكلي لأنه هو اللي بيهتم بتناول المستويات العامة للاقتصاد في الدول سؤال تاني بقول لي يتم التعبير عن النبضات الكهرومغناطسية المحملة على الكروت الزكية والهارد درايف للحاسبات الشخصية بإيه؟ إيه ده؟ فين ده؟ آه ده في الفصل الخامس في النقود والبنوك في النقود في تطور النقود آه قلنا فيه عندي نقود محاسبية وسلعية وبعد كده بقت نقود معدنية ثم نقود ورقية ثم نقود اقتمالية ثم وسائل إلكترونية للدفع ثم المدفوعات الإلكترونية اللي هي نوعين إما الديجيتال ماني قلنا عليها نقود رقمية أو ديجيتال والت المحفظة الرقمية اللي هي قلنا عليها إن هي بيبقى فيها شريط ممغنط وشريحة إلكترونية قلنا بقى على النقود الرقمية أو ديجيتال ماني اللي هي لغة العصر لغة الكمبيوتر بقى وهي نبضات كاهرومغناطسية اللي هي لغة الكمبيوتر zero one النوع ده من النقود ده ممكن أحطه على الهارد بتاعي وأخش أعمل e-commerce على النت وأشتري من أي شركات مش عايزين نقول اسمها دعاية وكده ويقول لك وسيلة الدفع إيه تقوله ديجيتال ماني وتخش بقى my computer partition دي الخزنة click main select وتكتب password وتخش وتطلع وتبعت والأدرس وتكتبه وتلاقي الرجل بيخبط وجاب إيه اللي حصل اللي حصل إنك بيعت واشتريت عن طريق ديجيتال ماني نقود مش بنعدها دي موجودة على شبكة الانترنت يبقى دي اسمها النقود الرقمية ولا المحفظة الرقمية ولا التجارة الإلكترونية ولا البنوك الافتراضية هنا بيتكلم على نبضات كاهرومغناطسية محملة على الهارد درايف بتاعك للحسب الشخصي أو السمارت كارد ديجيتال وليت أو المحفظة الرقمية دي على طول اسمها نقود إيه يا جماعة رقمي 42 بقى معنا سؤال جديد بيقول هناك علاقة عكسية بين الزيادة السكانية وبين نتائج جهود التنمية ولا ارتفاع معدلات البطالة ولا ارتفاع معدلات الإعالى ولا تحديات النمو الاقتصادي هناك علاقة عكسية بين الزيادة السكانية وبين أن الزيادة السكانية تلتهم كل على طول جهود التنمية يبقى احنا بنعمل تنمية ومشروعات وكده بس لازم برضو على المحور التاني نقلل الزيادة السكانية في حال سعي الدول العربية نحو التقدم الاقتصادي في ظل متغيرات العالم الاقتصادية عليها العمل جاهدة تعمل ايه بقى لو الدول العربية عايزة يبقى لها وجود في ظل هذا التقدم تعمل ثورة علمية جديدة ولا تحقق فائد في ميزان مدفعاتها تصدر كتير ولا تعمل تكتل وتكامل اقتصادي بين الدول العربية ولا تعمل تعاون فكري انطلاقا من تجانوسها السكاني انت بتكلم في قضية اقتصادية مش ثقافية يبقى على طول التكتل والتكامل الاقتصادي تأجير الدولة الوحدتها الانتاجية للقطاع الخاص يدرها ويشتغل يدرها يعني على طول يا ترى دي خسخصة الملكية ولا خسخصة الادارة ولا تحجيم الملكية الفردية ولا فرض الضرائب يبقى ده احد انواع الخسخصة وهو خسخصة الادارة الدولة لازالت تمتلك المشروعات لكن عشان تزود كفائتها الانتاجية تجيب شركة قطاع خاص تدير لهذه الشركة يبقى دي خسخصة الادارة عند حصول مستثمر ما على قرد من احد البنوك لانشاء قرية سياحية على طول يبقى ده يروح بنك مصر ولا البنك المركزي ولا بنك الكهرة ولا يروح لبنك متخصص مش قرد سياحي على طول يروح لبنك ايه متخصص عند ربط الحصول على الخدمة بالارادات الجبرية لو انت عايز خدمة لازم تدفع الرسوم هتطلع جواز سفر هتطلع باسبور هتطلع رخصة قيادة هتطلع بطاقة شخصية لازم تدفع الرسوم تم دفعتش مش هتاخد الخدمة حركب البص حركب متر الانفاي بتاع الدولة لازم التذكرة مش هدفع هتنزل وهكذا يبقى ربط الحصول على الخدمة بالارادات الجبرية هتاخد خدمة ادفع ادفع بقى دخل حاجة ايه ولا هتدفع خصخصة ولا هتدفع رسوم ولا دي عبارة عن ضرائب يبقى دي عرطول عبارة عن ايه رسوم يبقى الرسوم مقابل خدمة لكن الضرائب مقابل دخل الضرائب عمل وطني لكن الرسوم مش عمل وطني حضرت محتاج خدمة من الدولة اتفضل ادفع رسومها من سمات السجل المبين في الصورة المقابلة ايه ده ميزال المدفوعات وحساب جاري وعملات رأس مالية اه يا ترى من سماته ايه بقى ان هو حساب ختامي للموازنة هو ده الحساب الختامي ده كاتب ميزال المدفوعات يقتصر على المبادلات المحلية ده هو بيتعامل بين الدولة والخارج يبقى دولية ولا احد وثائق سوك الاوراق المالية هو ده بتاع البورصة يعني ولا سجل محاسابي بقى ممتظم متأسم عمليات جارية ورأس مالية يبقى على طول عرفت على طول ان هو سجل محاسابي منتظم لكافة المبادلات بين الدولة والخارج العنصر الذي يتصف بانه الاكثر ايجابية في العملية الانتاجية اكثر عنصر يا ترى مفيد ومبادر مبتكر مبدع رأس العمل ولا الطبيعة ولا الرأس المال ولا العمل ولا الطبيعة ولا الموارد النادرة على طول العنصر الايجابي هو عنصر العمل السؤال قبل الاخير معنا ارتبط ظهور النقود الورقية في الاسواق المحلية المصرية بانشاء البنك مين اول بنك عندكم في التاريخ ادبي يفكروا معايا كان لي علاقة باصدار النقود يا ترى البنك اصدراع المصري ولا البنك الاهلي ولا البنك المركزي ولا البنك العرب الافريقي اه على طول نختار البنك الاهلي هو ده اول بنك اصدر النقود في مصر اخر سؤال معنا في حلقة النهاردة تشتهر المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية بانتشار بنوك التمويل طويل الاجل من نوعية البنوك ايه المركزية ولا التجارية ولا الشاملة ولا البنوك الاستثمارية الدولتين دولة ومجموعة دول بدأت تقليدهم بقى توسوا عندهم كبير جدا في نوعية البنوك الاستثمارية ان هي بنوك تمنح قروض للافراد عشان تمويل عقاري عشان تمويل سيارات الى اخره لكنها ما بتقبلش وداية يعني دي كده يا جماعة كانت مجموعة متنوعة من الاسئلة بتاعتنا لمراجعة نهائية لمادة الاقتصاد اللي بإذن الله من اول المواد اللي هتقبلوها في اللجنة بنتمنى ليكم بقى ان شاء الله يعني امتحانات هادئة بسببات فعالي وشخصية مستقرة واحنا في النهاية احنا تعبنا طول السنة وعملنا اللي علينا الحقيقة وربنا بإذن الله مش هيضيع تعبنا عشان كده بتقدم من هنا من استوديهات قناة مدرستنا ثلاثة وجميع فريق العمل والإعداد بخالص الدعوات والأمنيات ليكم بتحقيق أعلى الدرجات وتحقيق أعلى الأمنيات ويا رب يا رب تدخلوا الكليات اللي انتوا محتاجين ونشوفكم قريب بتبنوا وتعمروا في بلدنا وتطوروا مصر أم الدنيا ننشوفكم في المستقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلتة سنوية هانت خلاص أنا قدي التحدي خطوة جمان والبكرة هعدي تلتة سنوية تلتة سنوية